السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض بفهم الأول التكيف والبقاء نشاط خمسة حرباء النمر السحالي نوع من الزواحف ويغطى جسمها بالكشور والحرشيف خدنا في الدرس الأول إزاي السحالي تكيفت مع السحراء الجفة الحارة البقاء على قائد الحياة لكن حرباء النمر تعيش في الغابات الاستوائية المطيرة يبقى حرباء النمر تعيش في الغابات الاستوائية المطيرة وتمتلك العديد من طرق التكيف المميزة تعال نشوف مع بعض الزيل رقم واحد الزيل الزيل تستخدمه الحرباء لالتقاط الأشياء يبقى اهمية الزيل تستخدمه الحرباء لالتقاط الأشياء طيب ده تكيف تركيب والأسلوكي براف تكيف تركيبي اتنين الحرشيف البراقة الملونة بتساعد الحرباء على التخفي بين أوراق الأشجار والأزهار الملونة يبقى اهمية الحرشيف الملونة تساعد الحرباء على التخفي بين أوراق الأشجار والأزهار الملونة طيب ده تكيف تركيب ولا سلوكي برافو تكيف تركيب ثلاثة العيون عيون الحرباء تساعدها في النظر إلى اتجاهين متعاكسين ها تدف ايه؟ في النظر إلى اتجاهين متعاكسين في نفس الوقت بمعنى يمكن أن تحرك كل عين في اتجاه مستقل عن العين الأخر بحيث يمكنها أن تبحث عن الغذاء بعين وتراكب أعداؤها بالعين الأخرى طيب ده تكيف تركيب ولا سلوكي برافو تكيف تركيب طيب أربعة لسان طويل طيب أهمته ايه؟ لاستياد الحشرات يبقى اللسان الطويل لاستياد مين؟ الحشرات طيب ده تكيف تركيب ولا سلوكي برافو تكيف تركيب خمسة الأقدام التي تشبه حرف ال-V يبقى أقدام حرباء النمر تشبه حرف ال-M ولا ال-N ولا ال-V برافو حرف ال-V طيب ده بسعادة على ايه؟ على الاتساق بفروع وجزوع الأشجار سعادة على الاتساق بفروع وجزوع مين الأشجار وده تكيف تركيب ولا سلوكي؟ صح تكيف تركيب طيب كيف تواجه حرباء النمر الأعداء عند الخطر؟ ثاني كيف تواجه حرباء النمر الأعداء عند الخطر؟ حرباء النمر لا تمتلك مخالب أو أسنان للدفاع عن السهل ولكنها تحاول أن تبدو شارسة تحاول أن تبدو ايه؟ شارسة لتخيف أعداءها وتبدأ عن طريق نفخ اسمها بالهواء لتبدو أكبر حجما وفتح فمها واسعا لإخافة الأعداء وتغيير ألوان حرشفها برضك لإخافة مين؟ الأعداء طيب نفخ جسمها بالهواء لتبدو أكبر حجما هذا تكيف ايه؟ براف تكيف سلوكي طيب فتح فمها واسعا برضه تكيف سلوكي تتغير ألوان حرشفها تكيف ايه؟ تكيف سلوكي الحرشيف الملونة تكيف تركيبي لكن تغيير لون الحرشيف عند الهجوم عليها يعتبر تكيف سلوكي تاني الحرشيف الملونة تكيف ايه؟ تركيبي لكن تغيير لون الحرشيف عند الهجوم عليها تكيف مين؟ تكيف سلوكي طيب ماذا يحدث؟ إذا اقترب كائن مفترس من حرباء النمر يحصل إيه؟ تنفخ جسمها بالهواء ليه؟ لتبدو أكبر حجما وتفتح فمها واسعاً وتغير لون حرشيفها لتخيف أعداءه تنفخ جسمها بالهواء لتبدو أكبر حجماً وتفتح فمها واسعاً وتغير لون حرشيفها لتخيف أعداءه صفحة 21 كتاب الأضواء أكمل باستخدام الكلمات المعطاة الجسم المنتفخ والفم المفتوح أقدام على شكل حرف V الحرشيف الملونة الزهية عينين تتحركان في اتجاهات مختلفة واحد تساعد على التخفي بين الأوراق الخضراء والأزهار الملونة براف يبقى الحرشيف الملونة الزهية اتنين تساعد على التوازن والالتصاق بجزوع الأشجار براف أقدام على شكل حرف V ثلاثة تساعدان على صيد الفرائس وتجنب الوقوع كفريسة في الوقت نفسه عينات تتحركان في اتجاهات مختلفة أربعة يساعد على إخافة الأعداء والبقاء على قيد الحياة الجسم المنتفخ والفم المفتوح طيب تعالوا نشوف مع بعض الدرس التالي نشاط 6 طرق تكيف النباتات عندما يصل ضوء الشمس إلى أي مكان تجد النباتات عندما يصل ضوء الشمس إلى أي مكان تجد من النباتات؟ حتى في قاع الجليد في المنطقة القطبية ستجد نباتات صغيرة تنمو عليه النباتات مثل الحيوانات لديها تكيفات تركبية تساعدها على البقاء والنمو في البيئات المختلفة تعالوا نشوف ميسايا شجرة السانت تنمو في غابات السفان في جنوب أفريقيا تنمو فين؟ في غابات السفانة في جنوب أفريقيا درجة حرارة في غابات السفانة بتكون معتدلة طيب لكنها تعاني من نقص شديد في المياه يبقى إيه المشكلة؟ تعاني من نقص شديد في المياه حيث لا يسقط المطر إطلاقا أثناء الفصول الجاف طيب الفصول الجافة تقد إيه؟ بتمتد لنصف العيه عشان كده أغلب النباتات لا تتمكن من النمو هناك أغلب مين؟ النباتات لا تتمكن من النمو هناك طيب تعالي نشوف التكيف التركيبي في شجرة الصمت رقم واحد الأوراق الأوراق بتكون صغيرة تنمو على قمة الشجرة يبقى أورا بتكون ايه؟ صغيرة تنمو على قمة الشجرة وبتكون صغيرة عشان تحتفظ بالماء أثناء امتصاص أشعة مين؟ الشمس طيب أشعة الشمس مهمة؟ طبعا ده مهم ده درورية لإنتاج الغذائب طيب كمان الأوراق بتكون محاطة بأشواك حادة يبقى حولي الوراق بتلاقي في ايه؟ شوك أشواك حادة ليه؟ لحمايتها من الحيوانات التي تريد أكلها يبقى الأوراق بتكون صغيرة عشان تحتفظ بالماء أثناء امتصاص ضوء الشمس كمان الأوراق محاطة بأشواك حادة لحمايتها من الحيوانات التي تريد ايه؟ أكلها اثنين الجزر الواتدي الجزر الواتدي بيمتد مباشرة إلى أعماق الأرض للبحث عن المياه على عمك بيصل لكام خمسة وتلاتين مترا تحت سطح الأرض يبقى الجزر الواتدي بيمتد الأعماق يوصل لكام خمسة وتلاتين متر تحت سطح الأرض طيب جزوع الشجرة جزوع الشجرة تختزن شجرة السنط الماء في جزوعها زي الجمل ما بيخزن الدهور في سنامو هنا الشجرة جزوعها بتخزن ايه؟ الماء كمان جزوع الشجرة بتصل لارتفاع عالي وبالتالي لا تستطيع الحيوانات الوصول لأوراقها مع عدى مين؟ مع عدى الزراف علت لا تفضل الحيوانات التغذي على أوراق شجرة السنط لأن معظم الحيوانات تتمكن من الوصول إلى أوراق شجرة السنط مع عدى مين؟ مع عدى الزراف كما أنها تمتلك ايه؟ أشواكا حادة حول الأوراق لحميتها يبقى الأشواك الحادة لحميتها منين؟ من الحيوانات التي تريد أكلها ماذا يحدث إذا حاول حيوان أكل أوراق شجرة السنط؟ أول شيء تبدأ الشجرة في إنتاج سم تبدأ الشجرة في إنتاج إيه؟ سم يجعل مذااق الأوراق سيئا خلط طعم وحش وترسل رسالة تحذيرية كارية الرائحة عبر مين؟ عبر الرياح إلى أشجار السنط الأخرى الموجودة حولها لتبدأ في إنتاج نفس السم طيب ده تكيف إيه؟ راف تكيف سلوكي اتنين شجرة الكابوك تنمو في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل والتي تتميز بكسرة الماء يبقى تنمو فين؟ في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل يبقى شجرة السنط تنمو في غابات السفانة في جنوب أفريق شجرة الكابوك تنمو في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل وبدأ تتميز بكسرة إيه؟ الماء طيب إيه المشكلة؟ بيكل ضوء الشمس الذي يصل إليه يتجاوز طول الكابوك سبعين متراً عالياً لتسمح بالوصول لمين؟ إلى ضوء الشمس يبقى أشجار الكابوك بتصل لي كم؟ سبعين متراً عالياً لتسمح بالوصول إلى ضوء من الشمس طيب، دعا نشوف الأول التكريف التركيبي في الكابوك رقم واحد الأوراق الأوراق بتكون ذات عروك شبكية ذات إيه؟ عروك شبكية تشبه راحت اليد طيب ده إيه؟ ده عشان يسمح بمرور الرياح بينها وبالتالي لا تسكت الأوراق يبقى عشان إيه؟ تسمح بمرور الرياح بينها وبالتالي تسكت مين؟ الأوراق طيب تعالش بقم اثنين الجزور الجزور بتكون سابتة بكوة بسبب الجزور الكبيرة العريضة على الرغم إنها لا تمتد بعمق داخل الأرض هذه الجزور العريضة تسمى الجزور الدائمة يبقى الجزور عدد بسمها إيه؟ الجزور الدائمة والتي تتفرع على جميع جوانب الشجرة الجزور تنمو لأعلى شوف هنا بقى الجزور إيه؟ تنمو لأعلى حتى تصل إلى الجزوع تصل إلى الجزوع وده بيعمل على إيه؟ تثبيت الشجرة وتدعمها في الأرض يبقى يثبت الشجرة وتدعمها في الأرض لأن الجزور بتنمو إيه؟ إلى أعلى فقد يصل طول بعض الجزور فوق الأرض إلى خمس أمتار يعني يطلع لفوق كده لخمس إيه؟ أمتار طيب رقم ثلاثة البزور بتكون صفراء ورقيقة وتحملها الرياح وتطوف بها حول الغابة طيب ليه؟ لتنشر النبات عشان تنشر مين النبات؟ طيب أربعة التكيف السلوك بقى الأزهار تنشر أشجار الكبك عبير أزهارها ذاتة الرائحة اللذيذة عن طريق مين؟ عن طريق الرياح طيب ليه؟ لجازب الخفافيش إليه وممكن تحاني يقول لي لجازب الطيور إليه؟ طبعا إجابة غير صحيح لجازب مين؟ الخفافيش إليه طيب تخذ 24 كتاب الأضواء أكمل باستخدام الكلمات المعطاة الجزور الدعمة، الجزر الوتدي، الماء، دوء الشمس، جزع الشجرة أشواك حد واحد تمتلك أشجار الصنط نقط حول الأوراق لحمايتها إذا حاول حيوان أكلها براف أشواك حد اتنين يتجاوز طول شجرة الكبك سبعين مترا تستطيع الوصول إلى صح دوء الشمس ثلاثا تنمو نقط في أشجار الكبك الأعلى حتتصل إلى جزوع الشجرة وتتفرع على جميع جوانب الشجرة الجزور الدعمة أربعة تختزن أشجار الصنط الماء فيه جزع الشجرة خمسة، يمتد نقط في أشجار الصنط مباشرة إلى أعماق الأرض للبحث عن الماء صح، الجزر الوتدي ستة، تنمو شجرة الصنط في غابات السفانة وتعاني من نقص، صح، نقص مين؟ الماء اتنين، صنف التكيفات التالية إلى تكيفات تركيبية وتكيفات سلوكية واحد، وجود أشواك حدة حول الأوراق، صح، تركيبي اتنين، إرسال النبات رسالة كريهة الرائحة عبر الرياح، سلوكي ثلاثة تخزين الماء في جزوع الأشجار، تكيف تركيبي أربعة وجود الجزور الدائمة التي تنمو الأعلى في بعض النباتات، صح، تكيف تركيبي نشاط سبعة عالم النبات معظم النباتات تتكون من ثلاث الأجزاء الرأسية وهي الجزور والسكان والأوراق لكن هل يتشابه شكل هذه الأجزاء في جميع النباتات؟ طبعاً إجابة إيه؟ لا، تعالوا نشوف بعض طرق تكيف النباتات مع البيئة الرطبة أول شجرة بسمها شجرة المانجروف، بتعيش فين؟ في البيئة المالحة طيب، التكيفات التركيبية إن الجزور بتكون طويلة وقوية الجزور بتكون إيه؟ طويلة وقوية طيب، إيه أهمية طريقة التكيف ديت؟ تساعد النباتات على الصمود أمام الأمواج طيب، رقم اثنين، زئبك الماء أو زهرة اللوتس بتعيش فين؟ إيه البيئة؟ المستنقعات طيب، التكيفات التركيبية؟ أوراق عريضة تطفو على سطح الماء طيب، إيه أهمية الأوراق العرضيات؟ بتمتص قدراً كبيراً من ضوء الشمس طيب، دعا نشوف بعد كده شجرة السنوبر، إيه البيئة؟ بتعيش في البيئات الثلجية؟ طيب، التكيفات التركيبية اللي عندها بتكون مثلثة الشكل، وأوراقها لها شكل الإبر طيب، إيه الأهمية؟ بينزلك الثلج بسهولة على هذه الأشجار وبالتالي لا تنكسر فروعها يبقى حتى ينزلك الثلج بسهولة، وبالتالي إيه؟ لا تنكسر فروعها كمان، الأشواك بتساعدها على عدم فقدان الماء بسهولة يبقى الأشواك بتساعدها على إيه؟ عدم فقدان الماء بإيه؟ بسهولة ثانين، بعض طرق تكيف النباتات مع البيئات الجافة النبات النخلة، بتعيش في البيئة الصحراء الجافة طيب، التكيفات التركيبية، الجزور هنا بتكون سميكة والأوراق بتكون صغيرة طيب، إيه أهمية طريق التكيف؟ بتساعدها جزورها السميكة على إيه؟ الصمود أمام الرياح يبقى أهمية طريق التكيف، بتساعدها على الصمود أمام الرياح الشديدة والعاصفة اتنين، شجرة السنط، موجودة فين؟ في غابات السفان؟ طيب، التكيفات التركيبية، تجمع أخصان الشجرة بالأعلى طيب ليه؟ لمنع الحيوانات من الوصول إلى الأوراق الموجودة على أطراف هذه الأخصان حين يمنع مين؟ الحيوانات للوصول إلى هذه الأوراق طيب، التين الشوكي، البيئة، السحراء الجافة طيب، أشواك بتكون حدة، وغطاء خارجي خشن، تبقى التكيفات التركيبية، أشواك حدة، وغطاء خارجي خشن طيب، إيه هي الأهمية؟ تمنع الحيوانات من أكلها، لمنع الحيوانات من أكلها؟ طيب، ماذا يحدث؟ إذا تم نقل نبات من بيئة إلى بيئة أخرى، لها ظروف مختلفة، ستحاول هذه النباتات التكيف مع ظروف البيئة الجديدة، وقد تنتهي حياتها إيه؟ بالموت طيب، سؤال، صفحة 26، كتاب الأضواء، واحد، لا تستطيع الحيوانات أكل نبات التين الشوكي، بسبب الأشواك الحدة، الأوراق العريضة، شكلها المسلس، الجزور الكوية، براف، الأشواك الحد، اتنين، أشجار المنجروف لديها جزور قوية وطويلة، لمساعدتها على السمود أمام الأمواج، امتصاص الضوء، جذب الحشرات، انزلاك الماء بعيدا عنه، براف، السمود أمام الأمواج تلات، تساعد نقطة على امتصاص أكبر قدر من دوق الشمس، الأشواك الحدة، الأوراق العريضة، الأخصان الجافة، الجزور الوتدية، براف، الأوراق العريضة، صفحة 27 كتاب الأدواء، واحد تخير إجابة صحيح، واحد النباتات التي تعيش في الغابات المطيرة، مثل أشجار الكابك، تواجه مشكلة نقص الماء، عدم وجود الهواء، عدم توفر دوق الشمس، وجود حيوانات مفتلسة، براف، طبعا إيه؟ عدم توفر من دوق الشمس اتنين، يساعد الشكل نقط في النباتات على انزلاك الثلج من فوق أغصانها، المثلث، المربع الدائري المظلي، براف، المثلث ثلاث، تمتد نقط إلى أعماق كبيرة تحت الأرض للبحث عن الماء، الجزور الدعمة، الجزور الوتدية، الصاقة الطويلة، الأوراق العريضة، براف، رقم با، الجزور الوتدية أربعة، أي من ما يلي يساعد على أن نشر بزور النباتات في أماكن بعيدة، البزور الثقيلة، البزور اللازجة، البزور الخفيفة والرقيقة، الأوراق الكبيرة، براف، رقم جيم البزور الخفيفة والرقيقة خمس، النباتات التي تعيش في المياه المالحة جزرها طويلة لتساعدها على مواجهة الرياح، السمود أمام الأمواج، انزلاك الثلج، الوصول إلى دوء الشمس، براف، السمود أمام الأمواج ستة، تساعد الأوراق نقط في النباتات على امتصاص قدر كبير من دوء الشمس السغيرة، العريضة، المثلثة التي بها أشواك، صح، العريضة سبعة، تكيف الجمل مع ظروف البيئة السحراوية من خلال الخفة المفلطح في نهاية أرجله، تخزين الغذاء في السنام، الوبر الذي يغطى أجزاء من جسمه، جميع الاختيارات صحيحة براف، جميع الاختيارات صحيحة اتنين، حدد نوع تكيفات تالية، تركيبي أو سلوكي، واحد، وجود أشواك حدة في النباتات الصحراوية، براف، تركيبي اتنين، اللسان الطويل في الحرباء الذي يساعدها على الصيد، صح، تركيبي ارسال رسائل تحذيرية من بعض النباتات لتحذير النباتات الأخرى، براف، سلوكي اربعة، الجزور الوتادية الطويلة في بعض النباتات للبحث عن الماء، صح، تركيبي ثلاث، سلوكي من العمود باء ما يناسب العمود ألف واحد، ترك التكيف براف الخصائص التي تساعد الكائنات الحية على البقاء على قيد الحياة اتنين، التخفي نوع من التكيف بيساعد الحيوان على اختباء من الحيوانات المفترسة اربعة، ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الآتية واحد، اللسان الطويل في الحرباء يساعدها على الصيد، عبارة صحيح اتنين، تتميز النباتات السحروية مثل شجرة الصند بأن لها جزور ضعيفة وقصيرة، عبارة خطئة بكلها ايه؟ جزور طويلة، شانتصل مين للماء ثلاث، يوجد نوعان من التكيف في النباتات تركيبه وسلوكي، عبارة صحيحة أربعة، تساعد الفراء البنية الحيوانات على التخفي وسط الجليد في أمامات الكتبية، طبعا ايه؟ عبارة خطأ الفراء ايه؟ الأبيض خمسة، تعاني أشجار الكبك من مشكلة نقص الماء، عبارة ايه؟ عبارة خطأ، المشكلة الأوجهة مين؟ اللي هو نقص في كمية الضوء ستة، تساعد الجزورة القوية النباتات في السمود أمام الرياح، عبارة صحيح سبعة، يساعد الشكل المثلث لأوراق بعض النباتات على انزلاق الثلج من فوقها، عبارة صحيح تمانية، يعتبر اختلاف أشكال المنقير في الطيور اللي يناسب نوع الغذاء من التكيفات التركيبية، عبارة صحيح خمسة، أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين الكوسين واحد، تساعد نقط حرباء النمر على التخفي بين الأشجار، الحراشيف الملونة، اللسان الطويل، براف، الحراشيف الملونة اثنين، الأشواك الموجودة على بعض النباتات تجذب الحشرات، تمنع الحيوانات من أكلها، براف، تمنع الحيوانات من أكلها ثلاثة، تساعد نقط في تثبيت شجرة الكبك في الطربة، الجزورة الدعمة، الأوراق العريضة، براف، الجزورة الدعمة أربعة، النباتات التي تمتلك أوراق صغيرة، وبها أشواك تعيش فيه، السحراء أم الغابات الاستوائية، براف، طبعا تعيش فيه، في السحراء خمسة، بعض النباتات تطفو أوراقها فوق الماء، الانتصاص، الماء أم دوء الشمس؟ براف، انتصاص دوء الشمس ستة، الحيوانات التي تعيش فيه البيئات، نقط لديها طبقة من الدهون تحت جلدة، البريدة أم الحرة؟ براف، طبعا إيه؟ البريدة، عشان تعمل إيه؟ على تدفئتها سبعة، النباتات التي تعيش فيه مناطق بها رياح شديدة، يجب أن يكون لديها جزور كوية أم أوراق عريضة؟ براف، جزور كوية تمانية، تقوم نقط بالهلث لتبريد أجسامها، الثعالب أم البطاريك؟ براف، الثعالب ستة، أسئلة متنوعة، واحد، أوراق النباتات التي تطفو فوق الماء عريضة، أذكر السبب، ليه؟ براف، الامتصاص أكبر قدر من دوء الشمس اتنين، تمتلك حرباء النمر وسائل دفاعية، تساعدها على إخافة أعداءها، وضح كيف تخيف حرباء النمر أعداءها تفتح فمها وسعة، وتنفخ جسمها بالهواء، وتغير ألوان حرشفها ثلاث، في الصورة المقابلة، أحد النباتات لديه أشواك حادة ألف، هذا النبات يعيش في مناطق نقط حرة أم باردة براف، حرة الغنباء، هذه الأشواك تساعد في امتصاص دوء الشمس أم منع الحيوانات من تناولها براف منع الحيوانات من تناولها صفحة 38 كتاب سلاحة تلميذ ألف، ضع علامة صحة أو خطأ أمام العبارات الآتية واحد، تمتلك بعض النباتات سقاناً لينة حتى لا تأكل الحيوانات طبعاً إيه؟ عبارة خطأة، تمتلك سقاناً لينة حتى لا تتمزق بفعل طائرات الماء اتنين، تصل الحيوانات إلى أشجار الصنت بسهولة بسبب ارتفاحها العالي طبعاً إيه؟ عبارة خطأ، لا تستطيع الوصول إلى أعلى من النبات، بسبب ارتفاحها العالي ثلاث، إفراز ظهور الكابوك رائحة لذيذة، الجاذب لا خففيش إليها تكيف سلوكي عبارة صحيحة أربعة، تطفو أوراق زهرة اللوتس العريضة على سطح المياه، الامتصاص أكبر قدر من أشعة الشمس عبارة صحيحة خمس، بعض النباتات التي تنمو في البحار حيث الأمواج القوية لا تحتاج إلى جزور قوية وطويلة طبعاً إيه؟ عبارة خطأة، زي مين؟ أشجار المانجروف، الجزور بتكون طويلة وقوية وده لمقومة مين؟ لمقومة الأمواج رقم با، اختر الإجابة صحيح واحد تمتلك معظم نباتات السحراء نقطة لمعنى الحيوانات من أكلها ألف أشواكاً، با، أغصاناً، جيم، ثماراً، دال، فروعاً، براف، رقم إيه؟ رقم ألف أشواك اتنين، تمتلك شجرة السانت نقطة صغيرة لتمكنها من الاحتفاظ بالماء أثناء التعرض لأشهد الشمس جزوراً، جزوعاً، زهوراً، أوراقاً، براف، رقم إيه؟ رقم دال، أوراق ثلاث تساعد نقطة بشجرة الكبك على ثبات الشجرة، الفروع الكثيرة، الجزوع الدعمة، الأوراق العريضة، الساق الكثيرة، براف، رقم بيه؟ الجزوع الدعم جيم، أكمل الجملة التالية، واحد، تمتلك شجرة الكبك جزوراً تنمو لأعلى، وقد يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، ويعتبر ذلك تكيفاً، تكيفاً، براف، تركيبياً اثنين، تقوم شجرة السنت بفراز سم، عندما يبدأ حيوان ما في أكل أوراقها، ويعتبر ذلك تكيفاً، صح، ثلوكياً ثلاثة، تمتلك نباتات السحراء جزوراً نقط، لتصل إلى المياه الموجودة في أعماق الطرب، براف طويلة ثلاثة، أجيب عن الأسئلة التالية، واحد، وضح شكل أوراق نبات تكيفها على العيش في بيئة مائية، طبعاً الأوراق تكون عريضة، تطفو فوق سطح الماء لامتصاص أشعة من الشمس ثلاثة، ذهبت جانا إلى رحلة في واحد سيوة، أثناء سيرها أمسكت نباتاً، فتألمت بسبب الأشواك الموجودة به، فسألت معلمتها ألف، ما أهمية وجود هذه الأشواك في النبات؟ لمنع الحيوانات من أكلها باك، كيف تحصل هذه النباتات على الماء الموجود في أعماق الطربة عن طريق جزورها الطويلة؟